السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درسا جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد البعض يتابع القناة لكن ينسى الاشتراك بالقناة قبل أن تابع الفيديو تأكد أنك ضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس ليصلك فيديو جديد كل يوم بإذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن زمن passive المبني للمجهول كيف حول الجملة من active voice المبني المعلوم إلى passive voice المبني المجهول نتكلم في هذا الفيديو عن the passive present perfect يعني مضارع تام بحالة المبني المجهول وعدنا passive past perfect إذن ماضي تام مبني للمجهول كيف أحول الجملة من المبني المعلوم بالأزمنة التامة إلى المبني المجهول بالأزمنة أيضا التامة كما نعلم الفعل بين المبني المجهول بكون فعل كون والفعل بالتصريف الثالث لكن يجب أن نحافظ على الزمن بحالة المبني المعلوم عن التحويل المبني للمجهول تابع معايا كيف أحول الجملة بشكل سهل جدا كما نعلم لماذا أستخدم المبني المجهول عندما لا نعرف الفاعل ليس هناك همية لذكر الفاعل ويكون تأكيدنا على الحدث نفسه وليس هناك همية لذكر الفاعل وأزمنة المبني المجهول مهمة جدا في اللغة الإنجليزية في اللغة المحكية وفي اللغة المكتوبة عندما أقرأ وعندما أكتب وعندما أسمع وعندما أتحدث يجب أن نعرف كيفية استخدام الأزمنة المبنية للمجهول We have liked the house لقد أحببنا المنزل هذا الجملة بالpresent perfect كيف عرفنا؟ لأنه عندنا have والفعل بالتصريف الثالث كما نعلم like يحب الماضي liked وعندنا liked أيضا بالتصريف الثالث دائما المضاف الأيدي يكون صرف الثاني والثالث نفس الشكل We had liked the house لقد أحببنا المنزل نلاحظ أيضا had والفعل بالتصريف الثالث هذا نسميه past perfect إذن ماضي تام نريد أن نحول هذه الجملة من active voice من المبني المعلوم إلى passive voice المبني المجهول إذن نحولها إلى passive present perfect وأيضا passive past perfect كمان على من الفعل بالمبني المجهول يكون عندنا فعل كون والفعل بالتصريف الثالث بالمبني المجهول نضع فعل كون أيضا نستخدم بين والفعل بالتصريف الثالث بيكون فعل كون والفعل بالتصريف الثالث لكن بالمجهول يصبح بي نضع بين عشان نحافظ على الزمن التام والفعل بالتصريف الثالث تصبح الجملة we have liked the house المفعول به يصبح فاعل the house المنزل لاحظ المنزل مفرد لا نستخدم have يجب أن يتوافق الفعل مع الفاعل الجديد the house مفرد عند إذن نستخدم has إذا استخدمنا إذا بيكون عدنا has أو have أو had والفعل been وعد الفعل بالتصريب الثالث the house has نستخدم بعدها been the house has been الفعل liked نضعه كما هو تصريب الثالث the house has been liked يعني لقد أحب المنزل من الذي أحب المنزل by بواسطة أو عن طريق by us عن طريقنا لنقل by we by us the house has been liked by us إذن استخدمنا has وعدنا been والفعل بالتصريب الثالث إذن وضعنا been بهذا المكان لكن إنت بدلنا have أصبحت has لماذا؟ لأنه house بحالة المفرد أيضا لنقل by we نستخدم by us كما نعلم الضمار بحالة الفاعل كما نقلنا تكرارا I, he, she, it we, you, they بحالة المفعول به me, him, her, it, us, you أيضا لدينا them إذن لو كان الفاعل I تصبح by me he, by him she, by her وهكذا إذن هذه المجموعة الأولى تأتي في بداية الجملة بعد حرف الجر أو بعد الفعل نستخدم الضمار بحالة المفعول به الحب يرجع القناة موجود بشكل مفصل الضمار بالأربع أشكال بشكل مفصل هذه الجملة we had liked the house إذن ماضي تام إذن past perfect كيف عرفنا لأنه عدنا had والفعل بالتصريف الثالث المفعول به the house في بداية الجملة the house إذن نصبح فاعل في الجملة الجديدة نضع had أيضا نستخدم been إذن had been والفعل بتصريف الثالث liked إذن the house had been liked لقد أحب المنزل من قبل من إذا أردنا نذكر الفاعل ونأكد عليه نستخدم buy buy كما نقولنا لا نقول buy we buy me لو كان شي buy hair وهكذا إذن تصبح الجملة the house had been liked by us بالحال الأولى the house has been liked لاحظ has been like إذن فقط وضعنا بعد have has had been والفعل هو بالأصل موجود بالتصريف الثالث لأن شكل الفعل بالأزمة التامة يكون have has بالمضارع التام والفعل بالتصريف الثالث إذا ردنا نحول الماضي تام have و has نحول إلى had والفعل بالتصريف الثالث أحمد has driven the car لاحظ لقد قاد أحمد السيارة has driven هذه الجملة ب present perfect إذن مضارع تام أحمد had driven the car كما قلنا الفعل بحالة المبني المجهول بعد have و has نضع بين والفعل بالأصل كان موجود بالتصريف الثالث لماذا بعد have و has يأتي الفعل بالتصريف الثالث فقط نضع بين have و has والفعل بالتصريف الثالث نبحث عن المفعول به نضعه في بداية الجملة المفعول به هو the car the car مفرد عند إذا نستخدم has the car has been the car has been التصريف الثالث driven the car has been driven لقد قيدة السيارة أو سيقة السيارة من الذي قاد السيارة نضع buy buy بواسطة أو عن طريق أحمد the car has been driven by أحمد أحمد had driven the car أيضا نبحث عن الفاعل الفاعل هو the car نضع had نستخدم بعدها been والفاعل بتصريف الثالث driven the car had been driven لقد قيدة سيارة أيضا buy أحمد بواسطة أحمد أو عن طريق أحمد اللاحظ has والفاعل بتصريف الثالث وضعنا فقط بينهم been the car had been driven by أحمد أيضا had والفاعل بتصريف الثالث استخدم بعده been اللاحظة هذه جملتين بحالة المبنى المجهول نريد أن نحولهم إلى active voice من passive voice مبنى المجهول إلى active voice مبنى المعلوم the door has been looked by Khaled the room has been cleaned by Samer هذه جملتين بحالة passive voice بحالة المبنى المجهول نريد to change them into active voice من المبنى المجهول إلى المبنى المعلوم اللاحظة الفاعل has been looked يعني لقد أقفل الباب عن طريق خالد the room has been cleaned by Samer لقد نضفت الغرفة عن طريق Samer زمن الجملة هذه نسمي passive present perfect الجملة الثانية had been cleaned إذن نسمي passive past perfect الفاعل في الجملة بعد by يكون في بداية الجملة Khaled أو خالد عدنا نستخدم has والفعل بالتصريف الثالث looked إذن has looked الفاعل يصبح مفعول به the door cared has looked the door لقد أغفر خالد الباب هذه جملة active نسميها active voice جملة بحالة المبنى معلوم هذه جملة بحالة passive المبنى للمجهول إذن حفظنا على زمن الجملة نسميه present perfect مضارة تم لتحويلها إلى المبنى المجهول كما قلنا المفعول به يصبح فاعل the door نستخدم has bin والفعل بالتصريف الثالث هذه الجملة الفاعل هو سامر نضعه في بداية الجملة الفعل فعل ملك had وعدنا cleaned سامر had cleaned the room إذن لقد نظف سامر الغرفة هذه جملة active إذن جملة نسميها active voice مبنى المعلوم هذا جملة passive إذن passive voice مبنى المجهول عند تحويلها من المبنى المعلوم the room وضعناها في بداية الجملة الفعل had وضعنا بعده been وعدنا cleaned مكون جزئين had cleaned أصبح مكون ثلاثة أجزاء had been cleaned حوضنا على زمن الجملة بالماضي التام بالمبنى المجهول والمبنى للمعلوم سامر had cleaned the room إذن بهذا الشكل تعلمنا كيف نحول الجملة من المبنى المعلوم إلى المبنى المجهول بحالة زمن المضرعة التام فقط نضع بعد هذا been والفعل بالتصريف الثالث بالمبنى للمجهول بحالة الماضي التام بعد هذا نضع been والفعل بالتصريف الثالث كما قلنا نضع المفعول به يصبح فاعل بجملة الجديدة إذا أردنا أن نذكر الفاعل نضع buy والفاعل لنؤكد على الفاعل لكن بشكل عام المبنى المجهول يستخدم لعدم معرفتنا للفاعل ليس هناك أهمية لذكر الفاعل وأيضا الأكثر أهمية هو الحدث نفسه بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن تحويل الجملة من المبني المعلوم إلى المبني للمجهول بالأزمنة التامة المضرعة التام والماضي التام أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لعائك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته